اشتركوا في القناة كل من بهلوانيين وحكواتيين وعازفين وراقصين توجد الساحة وسط مدينة مراكش وتعتبر أشهر بساط للمسرح في العالم ولأشكال متنوعة من الفرجة وصنفت ساحة جامع الفنى تراثا عالميا ينبغي الاعتناء به وحمايته من الزوال بعد العصر ترى الحلقات تنعقد وتتجمع حلقة الحكواتي وبجانبها حلقة الراقصين والعازفين وغير بعيد ترى أولاد السيد أحمد وموسى البهلوانيين وهم يقدمون عروضا تنافس بهلوانات السرك العالمي وبالقرب منهم تتعالى أغاني وأهازيج جناوة وعيساوة وعبيدة الرمى وأحواش كما كانت حلقات أخرى تعرض منتوجاتها وتقدم أكثر من خدمة في الوقت نفسه فهناك الفرجة والتسلية وبيع الآشاب وأدوات الزينة وفي هذه الساحة ذات الأبعاد الحضارية والفنية تتآخى الفنون والأشكال التعبيرية فيما بينها وتبدو التلقائية والمشاركة المباشرة والطبيعية للجمهور بوضوح خلال تقديم مختلف هذه الأشكال وتعتبر الحلقة حقيقية مظهرا من مظاهر المسرح الشعبي المغربي ورصيدها غني ومتنوع فالحكواتيون هم ذاكرة متنقلة يحكون شجاعة الأبطال مثل عنتر بن شداد ومغامرات السندباد أما المنشدون فهم روات من نوع آخر يرون حكايتهم نظما وغناء وهم يعزفون على الدفوف وهناك حلقات لألعاب الخفة وأخرى لترويذ الأفاعي وحلقات أخرى ترتفع منها دقات الطبول والدفوف والمزامير يبدأ الرقص والسمر وتمتزج الفرحة بالتعاثة والقرب بالبعد والحركة بالبهجة وتوجد بجوانب هذه الساحة محلات هي عبارة عن مطاعم ومقاه صغيرة ومكتبات تجعل منها فضاء شعبي زاخرا بأشكال تعبيرية مغربية متنوعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر